الأزمة في لبنان سببها هيمنة كلاء إيران تصريح مباشر على لسان وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان يأتي بعد اجتعال أزمة بين لبنان ودول في الخليج العربي إثر تصريحات أدلى بها وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي الأزمة التي وصلت إلى حد سحب معظم سفراء دول خليجية من لبنان وضع المشهد العربي على المحق بحسب صالونات سياسية قربت المسافة من تصريحات السعودية للحقيقة المكشوفة والواضحة التي تثيرها إيران في المنطقة بفعل تدخل في شؤون دول عدة مثل لبنان واليمن والعراق وبفعل تصريحات وازمة جديدة تقع بيروت في مشكلة جديدة حيث من المحتمل وبحسب مراغبين أن تتلاشى فرص مرجوة من قمة العشرين التي أسست فيها السعودية لانتعاش اقتصادي عالمي يعود بالنفع على دول مثل لبنان التي تعاني من حال اقتصادي صعب جدا وكرثة متمثلة بشح الوقود وانخفاض قيمة الليرة اللبنانية سيما بعد انفجار مرفأ بيروت المتفاعلون مع أزمة لبنان الجديدة وضعوا العقد في منشار العلاقة اللبنانية العربية التي أكدوا فيها أنها محكومة بفعل نفوذ وأجندات قوى إيرانية وعدم حصول لبنان على سيادته المطلقة الوزير السعودي الذي عرج بتصريحاته على ما يدور في المنطقة من نهدة تريدها الرياض وأمل بتحقيق ما تصب إليه دول المنطقة رأى أن العراق يحمل بوادر عودته كعصر فاعل في المنطقة مشيدا بالانتخابات العراقية التي حصلت بنجاح دون اضطرابات أمنية ما يقرأ في المشهد العربي أن أزمة لبنان جعلت الحديثة واضحا عن نفوذ إيران الذي يهدد استقرار الشأن الداخلي لدول عدة في المنطقة وأن سيادة كل بلد تعني بالمطلق عدم التدخل في شأنه للزناعة استقرار تريده شعوب المنطقة المترجم للقناة